رح أطرح عليكم هادي التساؤل يا ترى لو تحرطوا لموقف معين أو تصرفتوا بطريقة معينة هل فعلا بتقدروا تحددوا شو الشعور لعما يكون خلف هادي التصرف أو خلف هاي ردة الفعل بمعنى آخر هل أنتوا فعلا واعيين شعوريا أو في عنا أمية شعورية وما عم نقدر نحدد مشاعرنا بشكل واضح وصريح ونحط له اسم أو نحط له عنوان بشكل عام وعظمنا إحنا مو مدركين لما شعرنا يعني ما منعرف إنه نصنفها أو نقولها أو فعلا نحط عنوان أنا بهاي اللحظة أنا شاعر بهذا الشعور أو عزز بهذا الشيء هلأ فيه فرق بين الشعور وبين الإحساس الشعور هو يعني شيء داخلي إحنا من نشعر فيه الإحساس هو مصطبط بالحواس الخامسة اللي خارجي يعني اللمس والتغوق والشم والنظر أو السماء بس مشاعرنا كثير إحنا مغيبة مرات بتكون يعني كثير بلاحظها مرات بتجلسات بسألوا مثلا بقولوا لي هذا الموقف بقولوا شو شعرت بهذا الموقف بقولوا إن زعجت أو الدايقت طب إن زعجت أو الدايقت هي كلمة عامة ما بتحدد فعلا شو الشعور بالضبط لهذه اللحظة يعني في عنا قائمة مشاعر طويلة عريضة ممكن تكون مرتبطة بهذا الموقف مثلا ممكن يكون شعور غضب ممكن يكون شعور حزن ممكن يكون شعور عجز شعور بالضلم مثلا شعور وحدة في كتير أشياء أو شعور مثلا قذلان شعور بالتخلي في كتير مشاعر إحنا ممكن تكون موجودة مرتبطة به موقف معين الشي العام اللي بنقوله أنا تزعجت أو انزعجت من هذا الموقف بس هذا الشي ما بيساعدنا إنه إحنا فعلا نفهم مشاعرنا صح لأنه إحنا أصلا ما تربينا إنه فعلا نعبر عن شعورنا يعني الطفل بيكون صغير بينزعج ما بنعرف نتروح لأنه هو مثلا هلأ أنت حاسس مثلا بالغضب أو حاسس مثلا إنك حزين أو كذا يارف يصنف شعوره لما بتصنف الشعور وبنقدر نحط له اسم بتلاقي بيصير بنعرف نتعامل معه بطريقة مختلفة بيفهم الطفل هو شو هذا الشي يعني اللي عم يصير جواته شعور هو عبارة عن طاقة سواء كان شعور مريح أو شعور مؤلم بس هو طاقة هاي طاقة موجودة جواته هو ما عم يعرف شو هي ما عم يعرف يعبر عنها ممكن بس بيبكي أو بيصرخ أو إذا يعني مثلا مبسوط أو شعور مريح أم يضحك أو عم ينط بس هو فعلا هل أنا حزين هلأ هل أنا غضبان هل أنا سعيد فرحان مبتهج كل هذا هاي مشاعر فبالأخير إذا ما تعلمنا كيف نعبر عنها ما بنعرف كيف نتعامل معه وكيف نوصل للآخرين هاي المشاعر وإحنا كيف ممكن نتجاوزها فعليا بالتالي بتصير هي مخزنة بداخلنا كطاقة يعني وكتير أشخاص بيهربوا من أنه يعبروا عن مشاعر لأنه بهالشي بتعرضوا له من الطفولة أنه مثلا بعبر عن شعور معين بيبكي خلص أسكت لا تبكي زعلان أنت بتضلك نكدي وزعلانه ومنكد علي حواليك في هاي التعبير منقولها للأطفال للأسف يعني هذا الطفل نقق هذا الطفل بكاء يعني بدل طول وقت يبكي هذا الطفل مزعر منحط هيك عنوين للأطفال رغم أنه كل اللي عما يعملوا عما يعبروا عن شعورهم بالانزعاج من شيء معين بالألم من شيء معين إحنا مهمتنا كبالغين أنه نعد معهم ونفهم هذا الشعور ونفهم ليش هن تصار عندهم هذا الشعور ونساعدهم أنه يتجاوزوه هيك منساعدهم أنه يصيروا أفراد بالغين عارفين يتعاملوا مع المشاعر بس حاليا لا لسه في عنا كتير خلال إحنا كبالغين نسا ما عم نعرف نتعامل مع مشاعرنا كتير لحظات من لقينا أنه قاعدين مزعجين 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 بس ما قادرين نحدد شو الشعور وهذا الشيء بده التدريب لأنه إحنا الطفولة ما تدربنا كيف نعبر عنه فإحنا بدنا شوي وما نبدأ ندرب حالنا نصنف الشعور ونقدر نحدد شو هو وبعدين نتعامل معه هلأ كيف ردود الأفعال للناس بشكل عام للمشاعر في ناس بتلجأ للكبت يعني بكون الشعور موجود بس هنه مو مدركين يعني بشكل واعي وبينكبت جواتهم وما أنهم محاسين فيه هو موجود هو مختفى وفيه انزعاج بكون جواتهم بس هنه بطريقة الكبت هاي ما عم ما يخلوه يطلع للسطح ويبين مو مدركين أصلا أنه عم يكبتوا جواتهم هو عما يتراكهم وبالأخير بيطلع على شكل أمراض وأعراض جسدية عندهم أو على شكل ردود أفعال وهنه ما عرفين لش هيك ردة فعلهم في أشخاص تانيين بيقمعوا الشعور يعني بكون مدرك للشعور بس بيقمعوا غصب يعني مثلا شخص بشكل عام يعني إحنا بحياتنا ما منتقبل العصبية ما منتقبل الغضب إذا الطفل عبر عن حاله بعصبية أو بغضب فورا منقمعه إنه هو ممنوع يعبر بهاي الطلقة بالتالي هو بتعود إنه الشعور طلع هو بتضيق معه بكون مدرك إنه عنده هذا الشعور بس بيخبيه جواته بكون مثل البركان عما يشتغل بداخله رح ينفجر بس ما أنه قادران يطلعوا لبر ما في حدا يستقبل هذا الشعور منه هذا الشيء جدا مؤلم لأنه بحاجة إنه يتشارك مع هذا الشعور أو يطلع أو يعبر عنه بطريقة معينة يعني ما منعب أعلم الطفل إنه كيف يعبر عن الشعور ويطلعوا بطريقة صح منعلموا إنه هو يقمع ويخبيه جواته وما يحكي عن هذا الشعور في أشخاص تانيين مثلا بيلجأوا لقصة التفريغ على الآخر يعني خاطر مثلا الأهل من اللقية كتير إحنا كنا من مرفية وأنا يعني أول واحد ممكن يكون مزعجين من كتير أشياء أو معصبين بيجي الطفل بعمل أي شيء منعصب عليه هو منفرغ الشحن اللي بيدخلنا للشيء مختلف تماما منفرغه على الطفل أو على شخص تاني معسا ممكن مدير يتفشش بالموظفين تبعونه الأهل يتفششوا بالولد مثلا حدا يتفشش بأي شخص مثلا ضعيف موجود بالشعور ممكن بالحيوانات يعني نلاقي مثلا يتفششوا بالحيوانات بالقطاط أو بالكلام مثلا بالشارع يعزبوهن عم يفرغوا الشعور تبعا بشخص آخر أو بشيء آخر في ناس ممكن تلجأ للتكسير عم تتفرغ هذا الشعور هذا كمان منه تعبير إيجابي عن الشعور وبالعكس يعني الشخص اللي عم يتم التفريغ عليه هو كمان عم يتعرض للكبت عم يتعرض لصدمة تانية لأنه هو عارف هو ما أزنب هو ما عمل شي غلط بس عم يصير رد فعل الطرف التاني عليه بسبب الأشياء اللي هو الشخص متعرض لها بس مش شيء اللي هو بعمله كطفل يعني كل ياته هاي طرق للسلبية أو غير صحيحة لحتى نعبر فيها عن الشعور لأنه إحنا أصلا ما تدربنا هلأ شو النتيجة اللي ممكن تطلع على إنه إحنا ما بدنا نتعامل مع هاي المشاعر هلأ في كتير ناس مثلا أنا بجرب بحكي معاهم إنه بقولوا أوكي خلينا مثلا بعؤدنا خلينا ما شكلنا ما بدنا نحكي فيها يعني في كتير ناس بتحاول تتجنب الألم يعني إذا أنا رجعت للمشاعر تبعتي أو للمشاعر مثلا مؤلمة اللي موجودة عندي حتى مثلا أفيك صدمة أو أتعامل مع الشعور ما بدهم يحسوا بالألم للاحظة حتى يتحرروا فبالتالي بيخلوا هاي المشاعر مكبوتة جوا ومخباية أو مقموعة جوا أفضل ما إنه يطلعوها ويحسوا فيها بهاي اللحظة يعني مثل اللي واحد مثلا مجروح وعم ما يحط بس لزيقة على الجروح والجروح من جوه عم ينقذ عليه عم يعني مؤلم بس هو حاطت عليه لزيقة مغطية وخلاص أنا ما بدي أشوفه بس هو موجود جوا الجروح وعم ينخذ عليه عم يقالمه بس هو ما بديه يشوفه هذا الشيء جدا سيء لأن الشعور أصلا انخلق كرسالة أي شعور موجود عنه والمشاعر المؤلمة هي مرسال عما تقولنا هون في طاقة موضبطة هون في شيء غير صحيح تعامل معه انتبه له اعمل شيء تجاهه إذا إحنا ما وصلت لنا هاي الرسالة ما استلمناها هذا الشعور رح يزيد رح نتعرض لمواقف تانية عما تردوا تأكد نفس الشعور يعني هذا كأنه ساعة بريد عما يظل يوصل لنا رسالة وإحنا ما عم نستلم الرسالة رح يردوا يحط رسالة تانية وثالثة ورابعة ومية ومليون حتى نستلم الرسالة والأصل بالشعور إنه إحنا فعلا بس ننتبه له إنه أنا بهاي اللحظة حاسس أو شاعر بهذا الشيء أنا شاعر بهاي اللحظة بالغضب ما نستنكر الشعور ما نحكم عليه أنت صح ولا غلط للشعور أنت ما بصير تكون موجود ما فيه شعور ما بصير يكون موجود عنا كلنا عندنا كل كمية المشاعر إن كانت مقلمة أو غير مقلمة أو مريحة الله خلقها لسبب لأنها جزء من تطورنا جزء من وعينا جزء من التجربة اللي إحنا بدنا نعيشها هون على الأرض هاي المشاعر إذا ما تعلمنا كيف نتعامل معها رح تظل التجارب تتكرر بحياتنا لحد ما نتعلم نتعامل مع هاي المشاعر بالتالي هي القصة إنه أول خطوة هي إنه ندرك الشعور إنه هو موجود نشوفه هاي أول خطوة إحنا لازم نشتغل عليها ونقبل إنه الشعور يكون موجود ما نستنكره نحكم عليه إنه إنت سيء أو إنت سلبي أنا ما بدي إياك تكون موجود من حقه الشعور يكون موجود بهاي اللحظة بهذا الموقف لأنه إله رسالة بدل ما نحكم على الشعور ونستنكره ونكبته أو نقمعه أو نفهم شو رسالته هذا الموقف أنا تعرضت له حسيت بهاي اللحظة فرضا بالظلم ليش أنا حسيت بالظلم شو المفروض أنا أتصرف بهذا الموقف عشان ما أحس بالظلم أو ليش هذا الشخص تصرف معي بهاي الطريقة بحيش حسيت مثلا بالظلم نفهم دوافع الطرف الثاني نفهم إحنا شو ممكن نتصرف شو ممكن نعمل لما منفهم الموضوع بهذه الطريقة الشعور بالظلم بيروح لأنه مصير مدركين للرسالة من هذا الموقف اللي صار من تصرف الطرف الآخر من القدرات الموجودة عندنا عشان نتعامل مع هذا الموقف وبالأخير نتجاوزه بالتالي خلص الرسالة وصلت ما عاد يعود الشعور موجود جواتنا بمينتهي إذا ما تعاملنا معه هالشعور رح يظل موجود ورح يتراكم ومع الوقت رح يتحول لأعراض جسدية كل شيء ألم إحنا منحسه كل شيء مرض بيتشكل معنا هو بأصله شعور إذا أدركنا الشعور هذا الألم بيروح إذا ما أدركنا بده يعبر عن حاله بشكل أو بآخر هو طاقة فحي يطلع بجسمنا وبرضه عم يوصل لنا رسالة والمفارقة بالموضوع أنه حتى الرسالة الجسدية إحنا ما منستلمة بتلاقي فيه ألمه من طنشه فيه وجعه من طنشه لحد ما نوصل فعلا لنا شيء مرض خطير وفي ناس توصل لأمراض خطيرة وخلاص بتلجأ بس أنه عم باخد أدوية وعمل أعمالية طب شو السبب اللي وصلك لهون ما حدا عم يشتغل على هذا الموضوع ولسا ما عنا كتير وعي أنه فعلا كل الأمراض والأعراض اللي عم تصير معنا أصلها مشاعر عم تصير معنا إحنا مجرد ما ننتبه لأي عرض جسدي معنا أنه أنا هون موجوع معناته هون فيه رسالة نحاول نرجع بهذه اللحظة اللي صار فيها الألم أنه أنا ليه متألم مول للحظة لما نوصل فعلا لمرض خطير بس مرات يعني بيكون فيه نخذة معينة إحنا فيه فكرة عم تدور براسنا وبصير معنا نخذة معينة أو شد معين بمكان معين ننتبه صار هذا الشد بالوقت اللي أنا مثلا عم بفكر بالفكرة الفلانية أو مثلا فيه عندي هذا الشعور مثلاني أو سرق تعرضت لموقف معين معناته رسالة هذا الشد أو هاي النخذة أو هاي الألم أنه أنتبه لهذا الشعور أو لهذا الموقف تعطيكم مسار بسيط لشي أنا صار معي من فترة يعني قريبة يعني كنت متسطحة مثلنا كلياتنا فتلاقي فكرة عم تذهب فكرة عم تذهب فكرة عم تذهب فكرة عم تذهب فيعني من بين هاي الأفكار كان في فكرة بتخص بناتي باللاحظة يعني إجعت فكرة بتخص بناتي وبعدين نقل الأفكار تاني بعدين اللي حتيت إنه هون فيه عرق بالجهة اليسار عند الرابع عم ينبض عم ينبض ينبض أول مرة بحس فيه هيك هذا النبض أوي 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 فأنا استغربت إنه شو عرفت إنه فيه شعور يعني هون بس ما قدرت أربطه لإنه كان فيه كتير أفكار عم تنتقل براسي فالمهم لفت وردت رجعت الفكرة الأولى اللي فكرت فيها ببناتي بهاي راح النبض يعني بباعي الأفكار بس بعدين لما رجعت للفكرة اللي بتخص بناتي رجع هذا النبض بنفس الأول فأنا استلمت الرسالة إنه هاي الإشارة اللي إجابت هون بهذا النبض هذا بتخص هاي الفكرة اللي بتخص بناتي وإنه هاي الفكرة ما بتخدمني يعني أنا عم بفكر بطريقة سلبية يعني أنا سخايف عليهم من شيء معين إنه هذا النوع من الخوف أو الألأ عليهم بهاي الطريقة منه شيء إيجابي ما بيخدمني ولا بيخدم صحتي ولا بيخدم مشاعري لأنه منه مبرر فهون لما يعني انتبهت باللحظة اللي انتبهت له إنه مرتبط بهاي الفكرة راح النبض فهي كل ياتها مرات بتكون رسالة صغيرة بس إحنا منكون عايشين بشكل مغيب بشكل غير واعي ما عم ننتبه جسدنا عم يعطينا إشارات مشاعرنا عم تعطينا إشارات الكون كله اللي حوالينا عم يعطينا إشارات بس إحنا منكون بس عم نمشي بحالة روبوت كأنه إحنا آليين ما عم نستقبل ما عم نوعا نشوف فعلا هدا ليش عم ما يصير هدا شو معناته هدا شو شعوره هدا شو إحساسه لذلك إحنا بحاجة شوي شوي نبلش ندرب حالنا أول شي نحس بحواسنا يعني إحنا مناكل الوجبة وما منعرف شو طعمتها خلاص منبلعها ومنمشي منمشي بالطريق ما منعرف يعني منسو السيارة من المكان اللي طلعنا فيه من البيت للمكان اللي بنا نوصله ما مننتبه شو فيه بالطريق منكون مثل بحالة أوتو بايلوت يعني الطيارة الآلي أو السائق الآلي منطبخ بتلاقي منشتغل بالبيت وإحنا ميت فكرة براسنا ما منقول منروح على غرفة ليش أنفط على هالغرفة بدي هاي الشغلة مننساها لأنه إحنا فعلا مو عين ما عايشين بهاي اللحظة ما عايشين بإدراك كامل للحظة اللي إحنا فيها طبعا هو شيء مو سهل يعني أنا كتير عم بحاول أدرب حالي عليه لأنه إحنا تبرمجنا إنه نضل بهاي الحالة الآلية اللي عم نمشي وعم نروكد ولا أفكار فكرة ولا التانية ولا التالتي ولا الرابعة وما عم نتركز ب continually عم اتصال معنا ما عم نتركز بالشيء اللي عم نحسه بحواصنا ما عم نتفكر بالمشاعر اللي عم تصير معنا بالنسبة لكل حدث عم تصير بحياتنا شو الرسائل اللي عم تصير لأملك كيف عم نتفاعل مع اللي حوالينا شو الردود أفعالنا فاحنا بحاجة شوي بس لناخد نفس نهدي ونبلش شوي شوي ندرب حال ما ننتبه الموضوع بياخد وقت بس بده شغل يعني انه نبلش ننتبه حتى الافكار اللي بتيجي براسنا ننتبه انه اوكي في هاي الفكرة وجاتني بهاي اللحظة بعدها نرجع ننتبه انه اوكي جاتني الفكرة الثانية بهاي اللحظة فيهاي الفكرة عطتني هذا الشعور فيهاي الفكرة عطتني هذا الشعور نبلش بس ننتبه لن كانوا إحنا شخص تاني وعن ما يبلش ينتبه على شيء اللي عم ما يصير معنا كل ما بتزودنا الانتباه للحظة بتلاقي مشاعرنا بلشنا ندركها بشكل أكبر نتفاعل معها بشكل أكبر وكل ما طلعت مشاعر مؤذمة معلش نتفاعل معها نتجاوب معها نخليها تكون موجودة وإذا فيك فعلا صدمات فيه أشياء كتير كبيرة موجودة بداخلنا نشتغل عليها نحاول نتحرر منها لأنه هون منبلش نحرر الطاقة اللي موجودة جواتنا كلها تهاي عم تكون قيود يعني لما تكون مشاعر مكبوتة أو مقموعة بخباية جوها هاي كلها تطاقة مكبوتة عم تزعجنا عم تقلمنا مو بس نفسيا كمان جسديا كل ما حررنا منها كل ما إحنا ارتحنا نفسيا وجسديا واجتماعيا وثقافيا وكل شيء فبتمنى تكتبولي بالتعليقات يعني شو المشاعر اللي أنتو فعلا تقدروا تدركوها في أشياء ما عم تقدروا تدركوها شو الصعوبات اللي عم بتواجهها لحتى تعبروا عن نفسكم عن مشاعركم عن حسيسكم وإذا عجبكم الفيديو بتمنى أنه تشتركوا بالقناة حتى يصلكم كل الفيديوهات الجديدة وشكرا للمتابعة ترجمة نانسي قنقر